ماذا عن بيرستاو؟ بيرستاو كان في اللقطة اللي حصلت بعد مضارات التراجي وكان مددايق ومتنرف ازو هو خارج بيرستاو مكمل مع النادي الاهلي ولا هيمش؟ بص لو سألتني السؤال ده مثلا قبل ما شطبك بيه كنا هنتكلم 50-50 مابين او مابين لا في الوقت الحالي فيه انفتاح داخل النادي الاهلي وتحديدا شركة الكورة ولجنة التقطيط والجهاز الفني على فكرة ان بيرستاو يكون ده اخر موسم ليه مع النادي الاهلي بيرستاو نفسه مش مفتاح في التعامل مع الجهاز الفني وتحديدا مفصل كورة اشتكى اكتر مرة من فكرة الاستبدال في المباريات بدأ يشوف العروض اللي جاية له هو عنده حاجات في جنوب افريكا من كايزراتشيبز وبالاضافة لده عنده عرض كمان من احد الانضية القطرية وفيه كلام على السعودية ولكن لسه مش بشكل بسمي بالنسبة لبيرستاو فالديل اللي ممكن تعمل الوقتي ان بيرستاو يخرج نهاية الموسم من نادي الاهلي نادي الاهلي يستفيد مالية من بيع بيرستاو وفي نفس الوقت فيه رغبة داخل نادي الاهلي في غبالة حتة الاجانب هو عايز يجدد الدماء عندنا بطبطات مهمة جدا نفطة الجاية كاس العالم عنده عشرين خمسة وعشرين وبالتالي بيرستاو قد يفحل على نادي الاهلي نهاية الموسم الحالي دي أنا عايزة فهمه بيرستاو ده الموسم الماضي مع مارسي الكولر افضل لاعب داخل الكورة الافريكية تمام ايه اللي حصل اللي حصل ده خلاك افضل لاعب داخل الكورة الافريكية دي حقيقة بيرستاو برص كبير من اللعبة برضو اللي هي المزاجية شوي فهو فكرة الاستبدال او فكرة مثلا هو يقعد ع الدكة هو برضو من اللعبة ان ما بتحبش تتغير واشتكى قبل كده اكتر من مرة من حتة الاستبدال ودخل في ازمة مع الجهاز الفني بعد مرش يسيم باتنزاني في ربع النهائي فالقصة كلها هي بتبقى تعامل نفسي لو انا مش مفتاح في التعامل معاك او انت مش مفتاح في التعامل معايا عمرا لانت حتديني شغل وانا نحديك شغل فهي دي القصة التي بالنسب بيرستاو عزيز طيب ولكن دايما نقول ان فيه متغيرات الموسم لسه لم ينتهي ومرس الكورة لم يبلغ ادارة النادي الاهلي او لم يمنح الدور الاخضر لرحيل بيرستاو وارك جدا بيرستاو يتقلق الفترة الجاية وارك جدا يبقى احد النجوم اللي بيعتمد عليهم مرس الكورة